السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوصفة ديال اليوم بيبي اولا الديك الرومي محمر مشوي في الفران تيجي مقرمش من الخارج ومحمر ومن الداخل تيبقى رطيطب فهذا كل لون مشير راح الحراق هذك هي الحشوة تحت جلدة ديال بيبي راها تتبال لكم حلاكك مني تحمر هنا تنستعمل بالطبع ديك الرومي اولا بيبي حلال هذا هو التقديم ديالو قدمتو مع شوية ديال الخوضة تيبقى لكم انتم من اختيار مع شوية ديال البطاطا والجازار واللوبيا طويلة كاول مرحلة تننغسلوهم زيان الديك الرومي ومن بعد ما تنغسلوهم زيان بالملحة والحامض اخدو الديك الرومي ديالنا وتنغطسوها في الماء وتنعملو مع ذاك الماء الحامض عصير الحامض والحامض والبرتقال قطع وتنعملو سكينج بير وتنخليوه في ذاك الماء المدة شحال من الساعة ممكن تبيته في هذا حال هكذا ولكن تعملوه في تلاجة ما تخليوش على برة خاصة لك الجو سخون تخليوها شحال من الساعة ممكن كاقل شيء ساعتين تلاديا سواء كاقل شيء هنا دا نوجد الحشوة الحشوة ستكون عندي الزبدة بحارة المطبخ والتوم والزنجبيل والسكينج بير التي يكون طريق تبقى لكم اختيار ممكن تعملوها غبرة زنجبيل والسكينج بير غبرة بالنسبة للأعشاب نستعمل هنا الروزماري او لإكلي الجبل عندنا السالمية او للمعرمية عندنا الزاتر والزيترة والمعدنوس فهذا هو شكل دي لهذا الأعشاب هذا الزاتر والزيترة هنا استعملتهم طريين بالنسبة للممتوفون لهم مش طري ممكن يعملوهم جاف ولكن طري يكون احسن هنا تنقطعهم كلهم وتنضيفهم لهذا الزبدة وسكينج بير والتومة هاتي اعتبوا حد ما دقراء لهذا الديكورومي نفس الحشوة ممكن تعملوها بالنسبة لتعملوا الججاج مشوي في الفران وهذا الحشوة كذلك تيمكن لكم دهنوا بها القطاع دي الخبس وتخلو هالفران تحمر هاتي بحالة ترجي هائلة جدا يعني أنا عندكم الخبز بقا ممكن تدهنوه تقسموها لجوج و تدهنوه بهذا الحشوة و تدخلو هالفران تحمر راحت الوليدات يجبهم الطعام دياله ولا تعملو بها هاد الوصفة كذلك تعملوه الججاج ماشي ولا بدا الدكورومي بالنسبة لتوابيلها بسيطة هالملح و الفلفل الأسود ولا لفزار الذي يكون كافي للكمية ديال الدكورومي اللي عندكم فانا عندي متوسط الحجم تنعمل القياس الذي نديك فيه فهدي هي الحشوة ديال هاد الديك الرومي راها جاهزة فالزبدة لازم تكون مدرج المطبخ هنا الديك الرومي يعني استقطرتهم الماء اللي تواحد ساعد الماء على الاقل تيقطر باش ما يبقاش فيه الماء و من بعدها تنشفهم زيال ما بين الجلدة و اللحم دياله و من جميع الجوانب باش يمكن هديك الحشوة تقبطلية فيه حيث على بقى هاكا كمية ما كانش مستقطر مزيان من الماء تيصعب ان الحشوة تلتق فيه ماشي بحالة نعملوه الحشوة العادية حيث الزبدة لازم ان الواحد ينشفوش شوية احسن فهنا تناخد هاد الحشوة وتندهنو وتلبسو بيها يعني تنعملو ما بين شتي الحشوة ما بين الجلدة والحم ديالنا ديال بيبي تندخلوها لداخل تبقاو نضغطو باش تدخل باش هادك صدر ديال بيبي ولا الدك الرومي يتشرب هادك الحشوة كذلك كنت اعملت تقوب في الصدر بالسكين يعني دا ندخل الحشوة في هادك التقوب اللي دات في الصدر باش الصدر ديال ديال ديك الرومي يجي متشرب الحشوة ماشيه من الخارج فهذا باتندهن الخارج ديال ديك الرومي كله والفخاد ما بيناتهم وتحت الجلد دياله وبنسبة للصدر اللي راها هو اللي فيه الغلد كله ديال اللحم يعني عملت تقوب هادك التقوب عمرتها بهاد الحشوة باش مني جي وتاكلوا صدر يكون فيه واحد الطعم ديال هادك الحشوة ما يجيش باسل ما فيهش الطعم لازم تعملوا هادا تبعوا القطوات كاملة وان شاء الله هادا ديك الرومي هلا عملتو هادا ديك الرومي او للجاج هادا تجي الحشوة رائعة جدا والطعم ولا اروع فهذا نستمر حتى نكملوا كله نرى كل هادا ديك الوصفة هادا ديك الحشوة لبس بها هادا ديك الرومي دا بعد نقبط نغطيه بورق الزبدة ثم بالورق الالامينيوم وادا نخليه ساعات فات الحشوة محولية نقول لكم الحشوة لاني الخليط ديالزبدة والتوابل انا خليتو واحدة اليوم ونصف ممكن تخليوها بين ستة او سبا او تمان ساعات فولا ممكن انكم تعملو هادا توابل يوم من قبل وطبخوه اليوم التاني انا بالنسبة لي كان عندي الوقت فخليتو تيتشرب هاداك توابل والزبدة بش يجي الرطب وكذلك تيجي الطعم ديالو اشرب هاداك التوابل هنا عندي الخضاء لذا نعمل التحت ديال ديك الرومي فاشن كنت نطبخو مجموعة هنا لذا خليت هاداك توابل مع الزبدة مع الاعشاب تمام فالصحن ديال اللي هادا نطبخو فالك الصنية ديال فون اذا نعمل هنا شوية ديال الباصال عندي شوية ديال اللفت قطع ديال الاعوات ديال المعدنوس ديال الكرافس وقطع ديال الجسر او خزو نسا نعملهم هكذا فهما كقائدة بش ما يلسقناش ديك الرومي تكون واحد لحماية وتعطوك كذلك واحد نكه واحد هذك السائل الذي ينزل يكون نكه بالخضر هنا دا ناخد تنقلب الاجنيحة للوراء وتعطوك ونعمل هذك الدك الرومي فوق هذك الطبقة ديال الخضر فأنا دا نطبخ في هاد ندخل الفون يتحمل في هاد الإناء هكذا غالق وفادا دا ندل لكا حشوة نفس الأشياء دا ندير البصل ودا ندير الحامض أولى الليمون وقطاع ديال الكرافس واحد الباقة ديال الأعشاب المنسيمة نفس الأعشاب اللي عملنا ومكن تعمل الزيتر والزيتر والمرمية وتعمل شوية ديال الأزير أولى إكلي الجبل وتقفلوا عليه بحال هكذا هذك تعطي واحد الطعم للديك الرومي في أثناء ديال الطبخ هذي كلها مناسمة من بعد دا نكون نفهد خلال هذي الأثناء تنكون سخنط الفرن على 420 تل 450 فانهايت هي 200 320 درجة سلسوس أعلى درجة ممكن تكون عندكم ودا ندخلوا هكذا نصف ساعة حتى يتحمر بلما نغطيه هذي كأول خطوة من بعد ما يتحمر هذيك النصف ساعة هذا نخفض درجة ديال الفون 320 350 درجة هي 160 تل 180 درجة سلسوس هنا هو تحمر من جوانب كلها ممكن تأخذ شوية لذيك الزبدة اللي هبطت ودت تدهنو بها الدك الرومي قبل ما تغطيوه ودخلوه يكمل الطفخ ديال أولى الطهي فهد أساس النصف ساعة الأولى تكون على درجة عالية باش ما يكون شجاف هنا دا نضيف شوية ديال هد ماشي الماء ديال الخضر بحل الشرب ديال الخضر تنكون حضرنا في البيت أو لشريناها هي باش ما تتحرقش هديك الزبدة فهذا بعد نغطي هدا ديال ورق الزبدة ثم ورق الألمنيو بعد الفوم زيان نغطيه وبده ندخل الفرن على درجة ديال ما بين 160 180 درجة مئوية المدة ساعتين ونصف حسن ثلاث ساعت على حسب الحجم ديال ديكرومي اللي عندكم على كان بالنسبة للتجاج هدي يكون مدة أقل يعني واحد ساعة ساعة ونصف على حسب الحجم ديال الدجاج أو ديكرومي اللي عندكم هنا بعد ساعتين ونصف هني خرجته وخليته شفته رابة لي الطب خليت هدا المارق اللي كان اللي نزل منه يعني صفيت هديك الخضار وخليت هديك المارق عدا نستعمله للشربة وديك الرومي رجعتو نصف ساعة المتبقية على نار عالية باش يزيد يتحمر وده نرافقه بخضر مشوية هكذا في الفرن وطاطس وجزار و لبيا خضراء طويلة فمني تتحمل وتحيد لو هدك باش غطيت ورق الزبدة تترفع الدرج الحرارة باش هدك ديك الرومي ما يكون شجاف من الداخل يبقى حافظ على هدك الرطوبة ديالو الحم ديال ديك الرومي وهدي هنا نتيجة نهائية يعني مبال ما تنخرج وعني تتحمل تنغطي واحد نصف ساعة باش يرجع هدك العصار تترجع الداخل قبل ما نقدمه ونبدأ نقطع هذه الوصفة ديال اليوم كانت ديك الرومي محمار في الفورن نتمنى تكون ناتي إعجاب ديالكم شكرا على المشاهدة والتقى بكم فيديو قادم وصفة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته